موسيقى عبر على وجهة النظر متاعه حول ربما أوجه التقصير في سياسات هذا الوزير حول التعينات اللي قاعد يكون بها تهمه بأنه قاعد يخدم في بعض الأجندات فبداية في أواخر شهر سبتمبر يتم تطبع ياسين العياري فتح بحث موجود عندي لهنا يتم فتح بحث ضد ياسين العياري من أجل جملة من التهم يعني تقريباً وزارة الدفاع قاعدت شهر كامل تستلى باش قامت بتتبع ياسين العياري التهم اللي المحكمة حالته عليهم أو حكمت عليهم من أجلهم هي زوز تهم تحديداً المس من كرامة الجيش بنشر وإفشاء أحداث تتعلق بالسلطة العسكرية والمس من كرامة الجيش بما من شأنه أن يضعف روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء المحكمة حكم التعليف في 18 نوفمبر لكن الغريب في هذا الكل واللي يبين سؤنية الواضح والفاضح لما هيش تتعلق بكلام نشروا ياسين العياري ربما فيها مسكمة هم يقولوا بالمؤسسة العسكرية ولا أي شيء ولا كلام نشروا ياسين العياري وهو موش صحيح ولا غيره لأنه كلام اللي تحدث عليه ياسين العياري ولا الوقع علي أشرهم ياسين العياري كان بالإمكان أولاً يناديوا الياسين العياري ويقولوا له إيش قد منها شنية الحجاج اللي عندك حول هل تصريحات متاعك وتقع المواجهة وإذا كان تبين أنه هو كلام ربما ماهوش في بلاست أو كلام ربما مختلق وقتها ربما من حق وزارة الدفاع يقول من حق بوزارة الدفاع لأنه في الأصل معناها ثم شوية تحفظ محكمة الناس على أفكارهم ولا ربما عبروا على مواقفهم وحتى كان ثم ربما بعض الأشياء ربما مايش صحيحة ياسين العياري ماهوش أول واحد يكتب مقال معناها فيه أشياء ربما تكون مايش صحيحة مئة في المئة يعني لو كان بش نحلوا الملف هذا يا أنا متأكد أنه يلزم بناء مئة سجن جديد باش ينجم يرفع السحفيين ولا المدونين اللي كتبوا مقالات غير صحيحة وفيها وقايع في بعض الأحيان فيها حتى مس بالأمن القومي وفيها مس حتى معناها بالمؤسسة العسكرية معناها التتبعات تمت يعني لكنه ماش عملوا عملوا يمشيوا يستدعيوا ياسين العياري في غير العنوان متاعه وكانوا متعمدين بش يعملوا هذي وهذا بالطبع كانت نية مبيتة لحرمانه من حقه باش يناقشه حرمانه من حقه باش يقدم الحجاج متاعه وحرمانه من حقه في الدفاع التتبع ضد ياسين العياري في الواقع هو تتبع من الدولة العميقة اللي اليوم ظهرت على السطح لأنها قبل كانت تشتغل تحت الأرض اليوم ظهرت على السطح نرفضه بشكل قاطع أنه يتحاكم مدنيين أمام القضاء العسكري القضاء العسكري اختصاصه محدد في الدستور الجديد اليوم ما بقاش ممكن نقبله أنه مواطن يتحال أمام القضاء العسكري خاصة في وضعية ياسين العياري لأنه 요لي قام بي تتبع ياسين العياري هو وزير الدفاع ومقالات اللي كتبهم ياسين العياري هي ما تستهدف وتنقذ أداء وزير الدفاع واللي بشو يحكم عليه هو القضاء العسكري اللي يخضأ์ السلطة وزير الدفاع نحنا نعرف القضاءات العسكريين في ترقيتهم في تسميتهم بكل هم يخضأوا السلطة وزير الدفاع يعني القاضي اللي بشو يحكم عليه ينجل يخشى أنه إذا كان ما يحكم مش تبقى للتعليمات وزير الدفاع غدوة معناها يتعرض المشاكل سواء في ترقيته ولا في الكريير انتاءه ولا غيره